ذكر النائب عبدالله العدواني أنه وزميله النائب سلطان الغيصم اجتمع إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبول بشأن بيوت العسكريين البدون والخليجيين وإمكانية تأجيل قرار سحبها منهم لافتا إلى موافقة الوزير المبدئية على ما طرح في الاجتماع وأضاف العدواني أن الوزير أبول وعد بمخاطبة وزارة الداخلية بشأن بيوت العسكريين الخليجيين والبدون المتقاعدين والمتوفين والتوصل لحل يضمن استمرار الأهالي حتى يتم إيجاد حل لهم